عثرت ألوية العمالقة اليوم الثلاثاء على مئات الألغام والعبوات الناسفة التابعة لميليشيا إيران الحوثية الإرهابية وضعتها داخل كاراتين شحن إغاثية تابعة للأمم المتحدة في مديرية حريب جنوب مأرب وقالت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة عثرت على عشرات الصناديق وكاراتين الإغاثة التابعة للأمم المتحدة يوجد بداخلها مئات الألغام والعبوات الناسفة التابعة للميليشيا الإيرانية الحوثية مختلفة الأشكال والأحجام